اعتمد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة سلسلة الانجازات التي حققها سمو في رياضة القدرة ليؤكد استعداده المثالي للمشاركة في بطولة العالم القادمة التي ستقام في ايطاليا يأتي هذا الانجاز ثمرة للدعم والرعاية التي تحظى بها القدرة البحرينية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والمساندة الدائمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه التي جعلت رياضة القدرة البحرينية علامة فارقة للرياضة البحرينية وتتماشى مع الترويج المستمر للمملكة في المشاركات الخارجية الأوروبية وهدفا من أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وهو ما أكده سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في ترجمة هذا الدعم إلى حصد ثماره في المحافل الأوروبية الكبيرة التي جعلت المملكة محط الأنظار حيث أهدى سموه الإنجاز إلى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وأعرب عن شكره وتقديره لجلالته على دعمه المستمر في سبيل مواصلة ارتقاء رياضة القدرة البحرينية وتحقيقها سلسلة من الإنجازات الخارجية في الساحة الأوروبية وأكد سموه أن الفوز بالمركز الأول يؤكد الجهزية الكبيرة للفريق الملكي للمشاركة في بطولة العالم القادمة وقال سموه الرؤية أصبحت واضحة بالنسبة لنا بعد أن حققنا عدة نتائج إيجابية في الفترة الماضية تؤكد جهزية الفريق وإمكانياته العالية قبل بطولة العالم وهدأ سموه الفارس جعفر ميرزا على المركز الثاني في السباق متمنيا سموه التوفيق للفريق في السباقات القادمة وعن رؤية سموه لسباق مسافة 120 كم أكد سموه أن السباق من المؤكد أنه سيشهد منافسة قوية بين الفرسان في ظل الرغبة الكبيرة بالحصول على المراكز الأولى والصعود إلى منصة التتويج هذا واستطاع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن ينهي سباق 160 كم في المركز الأول بعد منافسة قوية ومثيرة مع الفرسان المشاركين في المراحل الخمسة التي شهدها السباق فيما احتل فارس الفريق جعفر ميرزا المركز الثاني بعد تقديمه مستويات لافتة من جانبه سجل سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد الخليفة مشاركة إيجابية في بطولة سامورين عندما تمكن من إهناء سباق 160 كم بنجاح تام إضافة إلى حصول فارسة الفريق الملكي سيسيليا على المركز الرابع وفارس الفريق رائد محمود على المركز الخامس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر محمد مبروك النموس عيدك مبارك وهذه عيدية الله يسألونك من عندك الحمد لله على كالحالك العام أنتوا بخير وعيدك مبارك وهذا أقل شيء نقدر نسويه لمملكة البحرين طويل عمر اليوم سباق 160 خمس مراحل مشاركة قوية إثارة أكبر عيدية وإن شاء الله أكبر استعداد وأفضل شيء حق بطولة العالم القادمة رغب المحاطات اللي بتكون قبل إن شاء الله والله هذه خطوة أعتقد خطوتنا الأخيرة قبل وطولة العالم والمؤشرات جدا طيبة بفضل دعم سيدي جلالة الملكة الله تعالى عمره من أول خطوة إليه آخرى أعتقد أننا هذه المرة تجهيزنا تجهيز عظيم والإثبات هذا السباق الأخير اللي إحنا قمنا به آخر محطة أعتقد وضحت الرؤية ويا الله بالتوافق عندنا ثلاثة شهور الحين نعد بالمستوى اللي هو يليق بمملكة البحرين إن شاء الله في صعوبات واجهتك في المراحل الخمسة؟ ما في صعوبات في التضاريس لكن تعرف المسافة إلى 160 سواء كانت في الإفلات ولا كانت في الجبال اللي يركب 160 كيلو ويقول لك إنه ما يتعب هذا ما صدق وياك لكن الحين المشكلة إنه وراننا 120 كيلو بكرة ففي أقل من 24 ساعة يا الله يارب أن يبلكم إن شاء الله بعد إنجاز داني أنا أسألك ناصر بن الحمد عودنا على تحدي الصعاب دائما ما أعتقد عندك مشكلة في 120 بكرة أبداً ما عندنا مشكلة إن شاء الله الله يوفق شكرا للمشاهدة